بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنكمل بقى فيه السيكوينشل سيركوت ده الجزء الثاني عندنا احنا كنا خدنا في الجزء الاولاني خدنا فيه مخدمة على السيكوينشل سيركوت والفرق بينها وبين الكمبينيشت للوجيك سيركوت واخدنا اول عنصر في السيكوينشل السيركوت اللي هي السر في الاتش ويقولنا انها بتمثل وبعد كده خدنا واخدنا بعد كده التحويل بقى الكلوكت السر لاتش ديات الى دي طايف لاتش وبعد كده خدناها تحويلها الى وقلنا الفرق بين الاتش والفليب فلوك ان الاتش بتبقى لبل يعني بتتأثر بلبل بتاع الكلوكت لو واحد تشتغل لو او اما بالنسبة للفليب فلوب فاحنا بالنسبة لنا الفليب فلوب بتشتغل على الاج بتاعت الاج الكلوك سواء كانت تشغل على التغير من واحد بصفر فلا بنسميه نيجاتيب ايج او التغير من صفر واحد فلا بنسميه بوستو بيج وبعد كده خدنا نوع تاني من الفليب فلوب اللي هو الجي كي فليب فلوب وحلينا عليه مسألة بسيطة باستخدام التايمينج دياجرام ولو كانت زيها زي الاس ار فليب فلوب ما عدا انها الحالة بتاعت الواحد والواحد كانت الاوتفوت بتاعي فيها ديترمايند النهاردة ان شاء الله هنكمل بقى مع ازاي بقى نستخدم الفليب فلوب ديت عشان نبني بيها ريجسترز ريجسترز اللي هي المقصود بيها المسجلات اللي هي بتبقى معبودة في اغلب السي بيوز وهي عنصر مهم جدا في ديزاين بتاع السي بيو فالهدف من محاربة النهاردة التعرف على انواع الريجسترز وامثلة عملية عليها والحاجة التانية اللي بعد كده دور الريجسترز اللي هي بقى ايه فعليا هيبقى دور الرئيسي بتاعها ان هو عملية نقل الداتا من مكان لي مكان داخل السي بيو او خارج الايه خارج السي بيو فهنتعلم ازاي نعمل ريجستر ترانسفير والرجستر ترانسفير ده مبني على ايه بالظبط ماشي برضو في حاجة تانية هنتعلمها اللي هي لما يبقى في عندي ويرسي كتيرة متوصلة بـ between two components فالويرسي الكتيرة ديت لو كانت الويرسي بتنقل داتا فاحنا حنسمها او هنتعامل معها بشكل مبسط بنسميه data bus فانعرف مفهوم البص ده عندي يعني ايه اول حاجة بالنسبة للرجسترز عندنا اللي هي المسجلات فانا عندي بنقول ان الرجستر is used for temporary data storage in all cpu بتبقى مستخدمة في التخزين المؤقت للداتا داخل الـ cpu واي cpu متستغناش عن وجود الرجسترز موجودة داخل الـ cpu ماشي they are used for data storage based on flip flop يبقى هما بيستخدموا في تخزين البيانات معتمدين في الاساس على وحدة التخزين اللي هي one bit عندي اللي هي الـ flip flop وبالتالي فهي بتتكون من one or more flip flop طبعا في الغالي بتبقى more flip flop مبدئيا كده احنا عندنا two types of registers في الـ parallel register وفي عندي الـ serial register ده بيسجل الـ data عندي in parallel وده بيسجل الـ data عندي serial او بخلال shift operation في الجزء بتاع محاضرة النهاردة احنا هنبقى كل الشغل بتاعنا على الـ parallel register ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنتكلم على الـ serial register ولكاونتر الـ parallel register بقى بالنسبة لنا بيتكون من ايه؟ ماشي؟ parallel register store all data bits as a simple بيسجل كل الـ data بتاعتي bits في نفس الوقت ماشي؟ ماشي؟ طبعا هو في نفس الوقت يعني عند لحظة بتاعة الـ clock اللي فيها اكتف ماشي؟ يعني لو انت احنا لدينا مثال على 4 bit parallel register it consists of 4 D type flip flop يبالى انا عندي register مكون من 4 bit وparallel ماشي؟ فانا هستقدم فيه 4 D type flip flop دي التوصيلة بتاعة الـ parallel register اللي هو المسال البسيط اللي هو 4 bit فانا عندي اربعة flip flop D type وطبعا بالنسبة للـ H هنا زي ما احنا شايفين هي negative A H طبعا ممكن استقدم بوسط بـ H مفيش مشكلة فالصة على حسب السيستيم والـ design A والـ design بتاعه طيب الـ data كده هنلاقي ان كل data input او data مفروض بكل flip flop من دول بتسجل 1 bit فالـ flip flop D هتسجل 1 bit اللي داخلالها اللي هي D 3 الفـ flip flop D هتسجل 1 bit اللي داخلالها اللي هي D 2 الفـ flip flop D هتسجل data اللي داخلالها اللي هي D 1 هنلاحظ ان الـ clocks بتاعتهم كلهم متوصلين ومربطين بـ line 1 اللي هو اسمه اسمه clock وبالتالي هيبقى السيستيم ده زي ما قلنا Synchronous Synchronous لأنه كلهم مربطين بـ line 1 بس هم كلهم بصفة عامة هنا بيمثلولي register ايه؟ register واحد بلا للـ register ومكون من 4 beta طيب انا دلوقتي لو فعلت اشارة clock اللي يعني لو رفعت الـ clock high ونزلتها تاني لـ 0 لأنه كل الـ flip flops دي هتشغالة على الـ negative edge على الـ negative edge يعني هتسجل الـ data لما تيجي negative edge الـ flip flops هتسجل الـ data دي صفة البداية والـ data للـ data ويظهروا عندي على الأوت سنروح لولة deciding lign reptile الواحد ونرجع ننزله ثاني اه هنبص نلاقيه بقى هنا اول ما نزلناه على طول الاوبت ظهر عندي هنا يبقى كل من دول سجل اللي بداية بتاعتي لو غيرت الانبول دولة ورفعت الكلوك لاين لهاي ونزلته تاني فده بالنسباني برضو حيسجل القيمة الجليدة مع كل ايج نيجاتيب للكلوك طبعا ده كده ممكن نقفله في باكتج واحدة كده ونسميه بقى بارل ايه بارل رجستر سيبقى له اربعة انبوت واربعة ايه او 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 انبوت اللي هو الكلوك اساسي عندي عشان نعمل عملية الستور او التسجيل في ال ايه في الرجستر ده طيب انا عندي هنا بقى هندي مثال حقيقي على بعض التيبس اللي شغالة بالنظام ماشي فانا عندي هنا نوعين اللي هو ال74 اللي اس 373 ده اوكتل ترانسبيرانت لا لاتش with three state output ال74 اللي اس 374 دي اوكتل ترانسبيرانت لا او اول فرق عندي هنا ده flip flop وده ايه لاتش ايه يبقى ليش في الهو لاتش اه يبقى ليش شغالة level clock وليش شغالة ايه ايج وفعلا من الواضح من الدراسمة ماشي ان الكلوك هنا في انبوت عندي له ايج وهو يبقى ليش على الالبوست بايج فديه flip flop لكن ديه هنا مفروض الكلوك عندي هنا اللي هو الرقم 11 المناظر لديه بالزبط بس هنا سميه Latch إيه Latch Enable في معظم الأحيان كتير ما بيسموهش لفظ الكلوك ده إلا إذا كانت Posted Edge أو Negative Edge فهذا اختلاف بين المصانع وبعضها عشان يوضح لك يعني دي Latch فهو هعمل لك حط لك بين رقم 11 عندك هنا سميها Latch إيه Latch Enable طيب ده له تمانية Input تمانية هيتسجلوها Output يبقى كل واحدة من دول عبارة عن Flip Flop فأنا عندي هنا تمانية Flip Flop تمام برضو له تمانية بس هنا مش هيبقوا Flip Flop بقى لأن هنا شغالة على Level بتاع الكلوك فعشان كده هيبقوا تمانية Latch طبعا إذا عارفين من Flip Flop غير Latch دي شغالة على الage ودي مش شغالة إلا على Level بتاع الكلوك تمام فالمفروض طبعا إن الفعل اللي إحنا هنستغلمه أكتر هو ده فالمفروض لو أنا حطيت الداتا عندي هنا على Inputs المثال اللي فات كان أربعة ده تمانية تمام ففي الحالة دي لو حطيت الداتا دي على Inputs وعايز أسجلها في Flip Flop الداخلية فبرفع الكلوك لاين ده الواحد ونزله تاني طبعا هو الرفع بس الواحد هتقوم مسجلة الداتا لأنه شغال على البوست في إيه على البوست في إيه لكن هنا مش محتاج إن أنا أو دي من سميها Transparent Latch لو أنا حطيت داتا وبدأت رفعت الكلوك لاين لهاي تمام الداتا حتتسجل Flip Flop وطالما الكلوك هتدنها هاي الداتا لو أنا غيرتها هنا الـ Output برضو إيه هيتغير يبقى معنا كده دي من سميها Transparent لكن الـ Output هيمشي مع الـ Input طالما إن الكلوك أو الـ Latch Enable دوت غيمته بكامت غيمته بواحد طيب ده في لين تاني عندي هنا اسمه Output إيه؟ Enable هنا وفي برضو لين تاني هنا اسمه إيه هنا بقى إيه اللي بيعرف لك كلمة أو الإضافة اللي هو ضيفهالي هنا في التعريف بتاعها إنها With Three State Output أو With Try State Output لاتنين نفس المعنى إيه بقى حكاية التراي ستيت أوتبوت دي؟ تمام؟ فإحنا الأول هنشغلها وبعد كده هنشوف بقى موضوع الإيه؟ A Try State Output What is Try State or Three State Device؟ دي ايه معنى Three State؟ طبعا إحنا عارفين من Logic Circuit R2 State System إيه بقى حكاية الـ State الثالثة؟ دي معنى هناك State الثالثة Three State means the system will have additional State to the Two State System هيبقى عندي فيه State إضافية طبعا هي الـ High والـ Low دول الـ Two States الأساسيين عندي فيه State إضافية عندي بقى اسمها الـ High Impedance المقصود بها المقاومة يعني مقاومة إيه؟ مقاومة عالية طبعا هي مسمها كده لكن هنعرب بالزبط أو هنشوف بالزبط لوقتي كده إيه معنى المقاومة العالية ديت؟ معنى هاي؟ ماشي؟ ده من نسبة لي عبارة عن بفر في الـ Logic Circuit البفر اللي هو بيبقى اللي داخله زي اللي خارج أو اللي خارج زي اللي إيه؟ اللي داخل لو اللي داخل صفر يطلع صفر لو اللي داخل واحد هيبقى اللي طالع إيه؟ واحد طبعا هو الرمز بتاعه زي النط بس مفيش البابل عليه دير انتبقى في الـ Output فبالتالي هو بنسميه بفر بفر يعني الـ Input زي الإيه؟ زي الـ Output طب هو Logical هو فايدته إيه لم يبقى الـ Input زيه زي الـ Output آه لأ له فايدة كبيرة جدا لأن في الـ Logic Circuit دايما هيبقى فيه عندي الـ Input ده جايلي من Output من Circuit تاني وفي نفس الوقت أنا عايز اوصله بيه بالـ Input بتاعه أكتر من Circuit نفترض اوصله بيه في الـ Design بتاعي وواصل بحوالي 20 Input لـ Circuit ستاني تمام؟ الـ Output من أي Circuit عندي بيبقى القدرة قدرة الطيار بتاعته بيبقى ضعيفة جدا مالتاشر يتوصل إلا يعني مثلا لخمسة او اربعة من الـ Inputs لـ Circuit ستاني ماشي؟ فعشان ازود القدرة الكهربية او قدرة الطيار بتاع الـ Output ده فانا عايز اعمل نسخة منه نسخة من Logic State دي بس بطياره أقوى فلا استخدم في الحالة ديه تلقيه؟ البفر تنشي يبقى البفر هنا حيسحب مثلا طيار من الـ Input ده واحد ملي مثلا او واحد مايكرو لكن يقدر يطلع لغاية عشرة أدو عشر مرات وبالتالي يقدر يتوصل على ديفايس كتيرة من غير ما يحصل تأثير كهربي للإشارة حفسها طيب ده البفر عامتا فالبفر عامتا هيبقى الـ Input دخله زيه زي الـ Output ولا الاستخدام اللي احنا قلنا عليه طيب البفر سيركت ديت بقى لها طرف ثالث عندي هنا الطرف الثالث هنا اسمه ايه؟ Enable الـ Inable دلوقتي هو واحد فهو عامل Enable للبفر هيبقى الـ Output يساوي الـ Input فلو غيرت الـ Input دوت من صفر هو صفرت الـ Input الـ Output صفر لو غيرت الـ Input ده الواحد ماشي الـ Output هيبقى بواحد بنقول بقى ان الـ Tristail Buffer Replicates the Input If Enable بواحد يبقى هيخلي الـ Output زي الـ Input طالما الـ Enable دوت بواحد احنا هنا هنمثله بس كده في الـ Operation أكنه مفتاح المفتاح دلوقتي طالما الـ Enable بواحد فالمفتاح دوت ايه؟ مقفوض فبالتالي دخلته بصفر هيطلع صفر دخلته واحد هيطلع ايه؟ هيطلع واحد فحنا دلوقتي هنغير ده الى واحد خلاص هتلاقي الـ Output يطلع بكان بواحد طيب لو خليت الـ Enable دوت بزيلو بقى اهه If Enable بيساوي 0 Output of the buffer is disconnected or open circuit اه لو انا نزلت الـ Line ده من واحد خليته بصفر لكن الـ Switch ده بدلا ما هيبقى مقفور هيبقى مفتوح تمام؟ هيبقى مفتوح نزلته لصفر الـ Switch اتفتح طب يبقى الـ Output وصل بـ A دلوقتي مش وصل بحاجة خالص يبقى لو اخد Logic State واحد ولا لو اخد Logic State ولا متوصل بأي حاجة خالص اه مش متوصل بأي حاجة خالص يبقى الـ Switch ده تـ Open A Open Circuit تمام؟ وبالتالي هيبقى الـ Output لكنه وصل بمقاومة لا نهائية او مقاومة عالية جدا مثل عشان كده سموها هنا ايه؟ High A High Impedance طيب ماشي؟ هو ده انا هستخدمه في ايه؟ هيفيدني في ايه؟ موضوع Tristate Buffer او Tristate Logic هيفيدني في ايه؟ اه له استفادة كويسة جدا وفي معظم الـ CPUs الـ Buffers ديات او Tristate دوت مستخدم خاصة في حاجة نسميها البص Multiplexing تمام؟ هنشوفها في السلايد اللي بعد كده ماشي؟ نحن نستخدم Tristate Buffer As a Multiplexer هستخدمه As a Multiplexer طبعا هنعرفين الملتيبليكسر؟ ماشي؟ فبنقول ان Tristate Buffer can be used to implement data multiplexing او يستخدم As a Multiplexer ازاي الكلام ده؟ اه Multiplexer is an essential part in the design of CPU ده مهم جدا في الـ CPU زي ما هنشوف دلوقتي طبعا الفجر اللي جاي قدامنا دلوقتي هيوضح لي How to use Tristate Buffer as Multiplexer ماشي؟ انا عندي كده اتنين بفر اهم Tristate ماشي؟ وعندي اتنين Inputs وعندي Output واحد اللي 2 بفرس الـ Output متوصلين مع اي؟ مع بعض طيب يبقى معنى كده الـ Output ده الهدف من الملتيبليكسر ان الـ Output Y يبقى هياخد الاي؟ يبقى هياخد الاي؟ الـ B خلاص؟ يبقى انا هتحكم بقى ما ده عبارة في الاخر تقريبا في الـ Operation بتاعته واكنه سويتش هتحكم فيه يبقى قفل السويتش اللي فوق يبقى الـ Y تاخد الاي؟ الـ A يبقى قفل السويتش اللي تحت يبقى الـ Y تاخد الاي؟ الـ B تمام؟ بس ما ينفعش انا نقف الـ 2 مع بعض لو قفلت الـ 2 مع بعض يبقى الـ Y هتاخد من الـ A و هتاخد من الـ B في نفس الوقت لو فيه تعارض في الـ logic state بتاعته الـ A و الـ B هيحصل حاجة هنا بنسميها logic contention تعارض كهربياً هيحصل مشاكل كهربية في الدايرة بتاعتي لان انت دخلت الـ Output هيطلع لي من فوق بصفر ومن تحت هيطلع بكام بواحد فالحالة دي بنحاولنا تجنبها وطبعاً في الـ Design بيبقى الـ Enable بتاع البفر اللي فوق استحالة يبقى Active زيه زي البفر اللي تحت يعني يقيمها شغل الـ Enable اللي فوق بواحد واللي تحت لازم يبقى بصفر يقيمها شغل الـ Enable اللي تحت هو اللي بواحد واللي فوق هو اللي بقى بصفر المهم واحد منهم بس هو اللي يبقى Active يبقى هنا في الحالة دية اه الحالة دية الـ Enable اللي فوق هو اللي Active هو اللي بواحد بالتالي البفر ده هو اللي شغال يبقى المفتاح ده قافل يبقى الـ Y تاخد الـ A والمفتاح ده مفتوح يبقى مش هيعيق ان الـ Y تاخد من الـ A تمام؟ طب لو انا خليت الـ E ديت بصفر والـ E 2 دي هي اللي بواحد اللي حيحصل ماشي؟ يبقى مبدأين دلوقتي ده select A يبقى كان الـ Y اختارت تاخد من الـ A طيب كده اه هنا بقى دلوقتي يبقى الـ Y هتاخد من الـ A من الـ B لان الـ Elable بتاع البفر اللي تحت انا شغلت قفلت السويتش اللي تحت يبقى الـ Y وصله بالـ B على طول فتحت السويتش اللي فوق يبقى الـ Y مفصوله عن الـ A واخده من مين؟ واخده من الـ B يبقى ده بالنسبة لي اكنني MultiPlexar تمام؟ MultiPlexar اتنين لواحد ماشي؟ طيب ماينفعش بقى ان انا حط الـ اتنين بوحايد اهو ينفع لحط الـ اتنين بصفار يبقى الـ Y هتاخد من الـ A ولا هتاخد من مين؟ هتاخد من الـ B لكن ماينفعش ان انا حط الـ اتنين بكم؟ بوحايد وإلا هيحصل طبعا كده دي select الـ B وإلا هيحصل عندي بقى اللي حنا بنسميه هنا ايه؟ لو انا select الـ A و الـ B هتلاقي هتطلع لك على السيميليتور لون هنا بالأصفر الأصفر ده معناه في السيميليتور انه حصل هنا logic كنتينشن تعارض في اللوجيك ومش قادر يحدد اللوجيك ستين دي كانت كهربيا الحالة دي هتعمل مشكلة فيه مشكلة كهربية في السيركيت نفسه عشان كده دايما في الدزاين بتاعي لازم اضمن ان الاثنين دول عمرهم ما يبقوا اكتف مع بعض ماشي؟ طيب ميزة البفر او ترايستين بفر هنا لو انا عايز اعمل منطب نكسر ماشي؟ ان انا بالدزاين بتاعي سهل قوي انا عايز اخليه وي تسلكت من اربعة اعتقد ايه الـ A و B و C و D اه هزود عدد الـ A البفر بذل ما هما اتنين هخليهم ايه؟ اربعة وهتحكم فيهم عن طريق اربع اشارات انابوا البقى لانه هيبقى واحد للـ A و واحد للـ B و واحد كمان للـ C و واحد كمان للـ D والدزاين بداعي هيبقى بسهولة جدا طيب ايه ده؟ ماشي؟ نرجع لي الـ D type flip-flops اللي هما التمانية اللي مع بعض اللي هما هيكونوا لي في النهاية عبارة عن register تمام؟ كان فيه هنا line عندي او كان فيه input عندي هنا زيادة اسمه الـ output ايه؟ الـ output enable بس هو دلوقتي عليه داش هنا ماشي؟ فده يبقى منسميه active low active low يعني هيعمل enable للـ output او يعمل enable لـ try state buffers تمام؟ لما يبقى خيمته بصفر مش لما يبقى خيمته كان بواحد تمام؟ وبالتالي احنا هنا حطينا عليه كم؟ حطينا عليه واحد هو هيعمل enable هيشغل الـ buffers الداخلية اللي جوه ديت تمام؟ لما يبقى الـ enable او الـ output او دوت بزيرو طب احنا حطينا عليها دلوقتي كم؟ 1 يبقى كل الـ try state buffers اللي على الـ output هتبقى مش شغلة يبقى الـ output عندي مش وصل بحاجة عشان كده خد اللون اللي هو الـ grey ده طبعا احنا نسينا نقول بقى ان الـ الـ chip ديت مفروض فيها 8 flip-flop وكل flip-flop مش هاخد منه الـ output على طول هاخد منه الـ output من خلال try state buffers والـ try state buffers دي كلها الـ enable state هوصله بـ enable 1 هو مين؟ الـ output enable فعلى الوضع الحالي كده انت هتعمل enable للـ buffers كلهم او هتعمل disable للـ buffers كلهم تمام؟ فالوقتي انا حضطها هنا بكم؟ بواحد والاشارة بتاعة الـ output enable ديت active low يعني ما تشتغلش إلا ما تبقى بكم بصفر يعني عكس الـ buffer اللي احنا عمل عليها الدزاين في اللي فاتت انه كان شغلة على الواحد لا لو شغلة على الواحد بسميها enable من غير ما احط عليها ايه؟ البار دي فبالتالي هنا لا هي هتشتغل لما يبقى عليها zero لما تبقى active zero وما تبقى active low طيب يبقى لما هنا بواحد يبقى ما مش مفعل الـ output الـ output دوت مش واصل بأي حاجة فعشان كده خد الـ output هنا بشكل جريدة طب لو نزلت ديت zero اه ظهر عندي هنا ايه؟ output نعم شي بس طبعا دي القام المتسجلة initial في الايه؟ في الـ register في الـ flip flops دي كلها فمتسجل initial هنا كام؟ صفر طب انا عايز اسجل القيمة الجديدة ديت اه عشان تسجل القيمة الجديدة ديت اه هارفع بقى الايه؟ الـ clock line دوت لواحد ونزله تانيه هو طبعا اه شغال على الـ postage ومجرد ترفعه الواحد هتتسجل القيمة الجديدة تمام؟ بالشكل ده بمجرد ما ده ترفعه الواحد الـ register او الـ flip flops دي سجلت القيمة ايه؟ بتاعتي وظهرت على الـ output طب هل ضروري ان انا اعمل output enable او اعمل enable للـ output عشان اسجل؟ لا التسجيل بيتم في الـ flip flops فانت ممكن تسجل ويه الوضع بتاعك ان مفيش output طالع او الـ switch chat اللي موجودة على الـ output كلها open لان التسجيل بيتم في الـ flip flops وبالتالي تقدر بتسجل وبعد كده تظهر الـ output او تنقل الـ output ده كان شكل الـ register اللي موجود قدامنا هنا اللي هو مش بس عبارة عن flip flops برالل مع بعضها بتسجل الـ data بتاعتها برالل مع بعضها لا ده كمان عليه try state buffer عشان نعمل enable او disable للـ output اللي هو حيفدني كتير جدا في موضوع توصيل الـ register صليا داخليا جوه الـ cpu من خلال الـ operation بتاعت الملتي بليكسنج كده نزلنا الـ clockless zero طبعا هدلناها محتفظة بالـ data بتاعتها طيب في السلايد دي هنتكلم على البص multi-plixing using try state buffer ازاي باستخدام try state buffer اللي هو الـ register اللي فات بس انا هاكم منه ثلاثة اهم ازاي باستخدام try state buffer اقدر اعمل multi-plixing ماشي يعني احنا هنمثلها دلوقتي بان انا عندي ثلاثة register اهم وعايز الـ output بتاعه يا الـ register ده يا الـ register ده يا الـ register ده هو اللي يظهرلي على الـ display ده الـ display دوت هيظهر الـ data بتاعتي Hexdisma هو المفروض لو بصينا كده حلقنا نموصل Q-note بتاع register الاولاني مع Q-note بتاع register الثاني مع Q-note بتاع register الثالث موصلها على اول input في الثالث في الـ seven segments نفس الحكاية Q-1 هتلاقيها وصلة من الولاني مع الثاني مع الثالث التوصيلة دي كده مزعجة خاصة لو احنا نفترض ان الـ register اللي عندي ده مش 8 بيت كان 16 بيت ففي الحالة دي هتبقى كم من الاسلاك التوصيل اللي هرسمها في الدايرة كاسكماتيك حيبقى كتير قوي ممكن يلغبطني فاحنا بنرسلها بتوصيلة او بنرسلها بشكل تاني في الاسكماتيك اللي هو بنسميه شكل البص ما في النهاية دول في النهاية عبارة عن بيقدوا وظيفة واحدة او بيقدوا ايه رسالة واحدة انهم بيعبروا عن الـ data اللي خالجة من الـ register ده او register ده او register ده او register ده او لـ control unit وهكذا تمام فعملية النقل ديت او عملية الرسمة بالطريقة ديت هنخفضها شوية ونرسمها بشكل تاني اسمه ايه اسمه البص design ماشي فانا كل هعمله دلوقتي ان انا هجمع دول كلهم كده بالضبط اكني جمعتهم في كبل واحد كبل جواه 8 ايه 8 اسلاك عشان يسهل لي بس في شكل ايه الرسمة وما تبقاش معقدة قدين فهنبص كده اه اترسم عندي هنا بقى خطة ايه لهوت ماشي لكن بالضبط كبل والكبل ده داخل جواه 8 ايه 8 اسلاك ممكن بعد كده الكبل ده يبقى كبل تاني اكبر مثلا وداخل جواه 16 سلك او 32 سلك ففي النهاية انا رسمته كبل ايه كبل واحد لان مجموعة الاسلاك اللي فيه بتكرر بعد كده في التوصيل لأكتر من دوايس هيبقى الرجستر ده التمانية ده بتوعه داخلين في الكبل ده والرجستر ده متوصل برضه على نفس الكبل والرجستر ده متوصل برضه على نفس الكبل وهكذا واصل للايه للسيبن سيجمانت طيب احنا كنا بنتكلم على الباص مالتي بليكسنج او عملية المالتي بليكسنج ازاي عملها بالتراي ستيت بفر مع الرجستر سلي اه نبدئيا كده الرجستر سلي ادخل لها انبوتس ايه طبعا دي يعني دائرة بس للايه للسيميليشن الدائرة حقيقية يعني مالهاش دور فعلا جوه السي بيو او مقدرش اقول انها بارت اوف زاين اوف سي بيو ماشي فانا عايز اسجل الاول داخليا في الرجستر ده القيمة ايه تمانية وعايز ادخل سجل في الرجستر ده تسي ايه وعايز ادخل في الرجستر ده اسجل فيه ال ايه اف داخل للرجستر ده وداخل برضو للرجستر ده وداخل للرجستر ده لان احنا عشقلين على system synchronous فلو رفعت اللاين دوت لواحد تمام يبقى جات بوست في ايج للرجستر ده وبوست في ايج للرجستر ده وبوست في ايج للرجستر ده كلهم هيسجلوا الايه ال data هيسجلوها مش هتزعر على ال output بس هتسجل داخليا في flip flops هنا وهنا وهنا عايز اظهرها بقى اه ما ينفعش اظهرهم اتنين مع بعض في نفس الوقت فعشان كده هنكتف واحد بس في المرة الواحدة تمام عشان ما يحصلش زي ما قلنا تعارض في الايه تعارض في اللوجيك زي ما لسمنا فيه في البوفر كيس تمام فالاول هنسجل الاول ال data دي ماشي بحرفع clock line الواحد رفعنا clock line الواحد هننزله تاني الايه اه كده ال data تسجلت جوه في flip flops بس ما ظهرتش على ال output لان ال output هنا وصل على نفس البص وزي ما قلنا طالما وكلهم وصلين على نفس البص يعني زي ما قلنا كيو نوت وصله بكيو نوت هنا وصله بكيو نوت هنا ما ينفعش ان اتنين يطلعوا ال output spreadهم في نفس الوقت طيب لو بصيت كده هتلاقي ال enable بتاع الاولاني احنا عاملينه هنا كان بواحد وهنا بواحد للتاني وهنا بواحد للتالي ما احنا قلنا الفليب فلوب زي اتشغاله active state بتاعيتها ايه اكتيف لو يبقى عشان تشتغل لما انزل ال line ده لزيرو وبالتالي يطلع الاوبوت بتاعي السويتشات اللي هي على الاوبوت دي تتوصل وتخرج لي كل الاوبوت بتاعت الفليب فلوب الخاصة برجستر الرقم كان زيرو ستغلق الاوبوت الاوبوت برجم انزل اكتف الاولاني اه او نزلت ال line دوه لزيرو الاوبوت بتاعه طلع اللي هو ايه تمانية وظهر الي هنا بس كااينديكيتور على الاوبوت على ال 7s طيب الثاني اهو انا كده طفيت تمام هنأكتف التاني كده اكتفت التاني ظهر الاوبوت بتاعه على البص ومنه ظهر على الايه على السيفين سيجمانت هننزله تاني هنا انه هو هعمله دي اكتفيشن عشان من اتلاحضتش بنزيله الوان دي اكتفيشن يعني ما خلوه الشغال يعني ارجعه تاني الكام للواحد لانه هو اكتف له بي اكتف مع الزين كده خلاص فصلته يبقى كده مفيش اي اوبوت طالع عشان كده اللون هنا عندي بالايه بالجريه بعد كده هاكتف الايه التالت عشان ابص على الاوبوت بتاعه اكتف التالت اللي هو ده اه زهر الاوبوت بتاعه الهي اف على البص وبالتالي زهر برضه على الايه على الاوبوت عنديه خلاص واضحة كده طيب زه ما قلنا برضه ما ينفعش ان انا شغل اتنين مع بعض في نفس الايه الوقت ما ينفعش ان انا اكتف اتنين مع بعض في نفس الوقت بص كده انا اكتفت الايه اعملنا اكتيفيشن للفوق واكتيفيشن للايه للي تحت اه بص بدأ يظهر لي هنا الوان باللون الايه الاصفر معناها ان كده فيه تعارض في اللوجيك ستيت بتاع كيو اتنين واحدة مطلع واحد مثلا والتالي مطلع زيرو ما يعرفش الاوبوت يبقى بكام وزي ما قلنا ده بيعني مشكلة كهربية كبيرة جدا في ال ايه في الدزاين بتاعك خلاص ده كان الهدف من السلايد دي انه هو بيوضح لك ازاي عملت بص ملت بليكسيج مش على مستوى بت بقى على مستوى ايه رجستر واحد زيرو ورجستر واحد ورجستر ايه اتنين ان انا اقدر اتحكم مين رجستر فيهم يقدر يطلع على الاوبوت بتاعه على ايه على البص اللي هناخده بعد كده بقى ازاي بقى هنقل من رجستر للتاني او هنقل من رجستر الى ايه الى الى الاسماتيك اندروجيك يونت مثلا فلازم نعمل هنا حاجة بنسميها رجستر بقى ايه ترانسفير طب ما هو رجستر بيسجل من خلال لازم اوصل الانبوت بتاعه على البص يعني مثلا انا عايز اسجل الداة اللي في رجستر واحد عايز ان انهال رجستر رقم ايه زيرو يبقى انا عايز الاوبوت بتاع رجستر واحد يوصل كانبوت لرجستر رقم ايه زيرو بقى انا هاضطر كده ان اوصل البص ده برضو بالايه بالانبوت هينفع تمام ده اللي هنشوفه بس الاول هنشوفه كده بالبلوك دياجرام وبعد كده نشوف السيركت بتاع تواتيبها شكلها مبدئيا ده كبلوك دياجرام دلوقت الرسمة اللي فاتت رجستر زيرو رجستر واحد رجستر اثنين ده له انابل وده له انابل وده له انابل بس طبعا في المثال اللي فات كان النابل اكتف لو انا بس هنا للتسهيل هنخليها اكتف ايه اكتف ايه وكان كل رجستر بيطلع للداتا بتاعته على الايه على البص لو اكتفت المitary register الاولي بكل لها الاتا بتاعته على البص لو اكتفت الرجستر التاني بكل لها اليه تطلع الدأ بتاعته على البص وهكذا بالنسبة للايم ثم انا بالنسبة لي العمليات اللي هتم على البص داي اما هتبقى ريد من الرجسترставля إما write للإيه؟ للرجستر حتى الآن هنا هي إيه؟ هي read لو هي هتبقى write يبقى لازم هتبقى فيه لاتا جاية من البص رايحة للرجستر هتوصل فيه لسه هنشوف طيب يبقى لازم هتحكم في الـ two operations دول اللي هم read أو إيه أو write مش هتنفع إشعارة واحدة لإشعارة لإيه؟ كتبتطلع للoutود اللي هي read أو out لازم هتبقى فيه إشعارة تانية بقى هنغير المسميات بس الأول دي بدل ما هي e0 و e1 e2 هنسميها out بقى عشان تبقى مطابقة للفعل اللي هي بتعمل يبقى الإشعارة دي بقت out zero أو out واحد أو out e2 طب عايزة إشعارة تانية لازم أحطها عشان تعمل عملية read أو عشان تتحكم إمتى read يتم قسف إمتى right يتم يبقى هحط بقى إشعارة تانية اسمها in عكس بقى out أو يعني كمفهوم في الـ operation بتاعت عكس الـ out هتبقى n0 أو n1 أو n2 يبقى في الحالة دي المفروض إن أنا لو عايزة طلع من register zero data يبقى هعمل out أو هاكتف إشارة out ومش هاكتف إشارة الـ in لو عايزة أسجل في register zero data يبقى هاكتف إشارة الـ in وهعمل دي activation لإشارة الإيه لإشارة الأول تمام؟ طب ما هو التسجيل أصلا هنا كان بيتم إزاي في المثال اللي كان قبل كده اه التسجيل كان بيتم بإشارة الـ clock لأنني بسجل في flip flop لما ترتفع الـ clock من واحد من صفر الإيه لواحد لو هي active إيه لو هي boost reach تمام؟ في بقى في إن إشارة الـ clock آه للتسجيل بقى في الرسمة مش هنقل بقى نرسم إشارة الـ clock كل شوية في البلوك دا يا جرام مفهوم ضمني إن الـ clock وصل بكل العناصر اللي موجودة عندك في الـ في الدين تمام؟ طيب وتفصلية هنشوفها بعد شوية إزاي نعمل الكلام دا طيب الرسمة دي برضو جده ملاخبطة شوية مش هنقل نرسم إيه سهم طالع وسهم الداخل فهنخليهم مع بعض الـ 2 سهم واحد لو ساق رأس طالع ورأس إيه ورأس دا يبدأ الشكل بقى مبسط للرسمة بتاعة أي بص بين الـ registers اللي داخل إيه الـ CPU هيبقى الـ register وصل على البص كـ read أو write كـ out أو كـ end لكل واحد فيهم وفي نفس الوقت هيبقى في إشارة out للـ register عشان يطلع الداتة بتاعته على البص يطلع الإشارة دي هتبقى وصلة بالـ buffers اللي هي tri-state control بتاع الـ register ماشي؟ وفي إشارة تانية اللي هي الـ n اللي هسجل بيها الداتة اللي موجودة على البص هسجلها في الـ register هتسجل إمتى؟ آه دي اللي هتستنى غزبا عني لازم تستنى لإيه؟ لتستنى الـ clock تمام؟ طيب الكلام ده بقى هننفزه ازاي فعليا كـ logical circuits يعني ده اللي هنشوفه في الخطوات اللي بعد كده ماشي؟ إيه بقى we need a by directional register that can be controlled to in or out data عايزين بقى register يقدر أسجل فيه data أو أقرأ منه إيه؟ أو أقرأ منه data من نفس البنز اللي هو وصل بها على الإيه؟ على البص من نفس الأرجل أو من نفس الأسلاك اللي هو وصل بها على البص ماشي؟ الـ out signal usually is the output enabled signal ده في الغالب دي هتبقى هي الـ output enabled أو اللي هي متوصلة بالـ tri-state buffers اللي بتوصل الـ register أو تفصله الـ in signal بقى can be implemented ده هنعملها دلوقت ازاي؟ as clock enabled signal آه هي هتتحكم في الـ clock توصل للـ register وبالتالي لما تبقى active هتشغل الـ register بيسجل أو ما توصلش للـ register وبالتالي لما تبقى مش active الـ clock ما تعديش وتوصل للـ register ولا تقصر فيه تمام؟ وده اللي هنبص عليه دلوقت او ده هنبص على التركيب بقى بتاع الـ register ازاي يبقى في الـ cpu in و ايه و out كcontrol ازاي؟ ازاي؟ ماشي؟ الـ register used in cpu design must have the ability to transfer data to or from other units لازم بقى لها قدرة على نقل الـ data منها او لها او لـ units اخرى او من units اخرى طبعونا ووديناها مثال بقصيط يعني من register لـ register مثلا this feature is called register a transfer وفيه logic عندنا اسمه اللي هو الـ register transfer logic لازم كل الـ register عندي يبقى عنده two operations يقدر يعملهم out او in او in الـ in operation اللي هي مطابقة او ممثلة لعملية الـ write الـ out operation او مناظرة لعملية الـ read تبكى الـ implementation فعليا هي بتتعامل ازاي؟ او بتبقى الـ register ده لازم يكون من D-type flip-flops و try state buffer بتوصيلة معينة هنشوفها دلوقتي طبعا يبقى الـ register اللي معانا للـ chip اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي كتل 74-374 نقدر نستخدمها في الموضوع ده ازاي؟ تمام؟ نبص كده ده الـ register احنا استخدمناه قبل كده في الملتي بليكسنج تمام؟ هنبص بقى كنا احنا موصلين الـ output بتاعه على البص تمام؟ الـ output بتاع الـ register ده موصلينه على البص والـ inputs كنا مندخلها احنا من switch at داخلها خارجية لا انا هوصل الـ inputs بتاعته على البص والاسف الـ output بتاعته على البص وكمان الـ inputs بتاعته برضه وصلة على إيه؟ وصلة على البص تمام؟ طب الـ register ده لهو output enabled بانه هو في الـ output بتاعه اللي هو الكيوهات ديت مش واخده من الفلفلوب على العطول واخده من خلال switchات اللي هي tri-state buffer وبالتالي بتحكم في tri-state buffer صلية تي اشغل active high بحيث ان احنا الـ output ده لو حطناه بواحد هيتقلب من النوت جديه هيبقى بصفر صفر يبقى ايه هي اكتف السويتشات ديت يبقى الـ output يطلع من الـ register دوت على البص يبقى فعلا انا عملت ايه؟ out operation طيب الـ in operation بقى هتتم ازاي؟ اه هنعمل الـ gating للـ clock الـ clock كنا موصلينها direct على طول لا هنوصل الـ clock من خلال and gate هتعمل gate على الايه؟ على الـ clock بحيث ان الـ clock دي هتعدي لو الـ in دوت بواحد الـ clock دي مش هتعدي لو الـ in دوت بصفر يبقى انا لو عايزة اسجل الـ dat اللي موجودة على البص اللي جاية من اي حاجة تانية عايزة اسجلها في الـ register ده اه هتتسجل لما تيجي الـ clock بس انا هتحكم امتى تيجي الـ clock اصلا تتوصل بيه الـ register ده ولا لا لو حطيت الـ in هنا بزيلو يبقى انا مش عايزة اسجل في حاجة فيه بالتالي الـ clock او الـ output بتاع الـ end هيبقى بصفر مهما كانت قيمة الـ clock طب لو عايزة اسجل فيه الـ data اه يبقى هرفع الـ in دوت الى واحد تمام وبالتالي الـ clock هتعدي ماشي يعني لو الـ in دوت بواحد لو الـ clock بزيلو هتبقى الـ output بزيلو لو الـ clock بواحد هيبقى الـ output بواحد فمنسميها ان الـ clock هتعدي واك انها وصل على الـ input بتاع الـ iه؟ الـ input clock بتاع الـ register وبالتالي مع الـ post of edge بتاع الـ clock هيسجل الـ data اللي موجودة على الـ bus تمام بس طبعا ما ينفعش او مالوش لازمة خالص ان انا عمل الـ in والـ out اكتبهم في نفس الوقت وقال لك كده يبقى الـ register هيطلع output وتتبقى انت التالج هتسجله فيه تاني فانت ما عملتش حاجة تمام لا انت هنا المفروض لو انا هسجل فيه data ففي الغالب هتيجي من register تاني او من مكان تاني يبقى الـ output هينفصل عشان اسمح لي الـ register التاني او المكان التاني انه يطلع الـ data بتاعته على البص تمام؟ وعشان اسجلها في ده فهي اكتب الاشارة بتاعت الـ iه؟ بتاعت الـ in ماشي انا عملت بقى الـ register اللي فات ده قفلته خلاص كده في block اهو تمام؟ ووحد عملت جاي نسخة منه تاني اهي فانا هندي المثال هنا على اتنين ايه؟ على اتنين register كنكتد على بص ايه؟ على بص واحد بس ماشي الـ clock بتاعتي وصلة للـ register ده زي ما هي وصلة للـ register ده بس زي ما قلنا داخليا جوا الـ register ده في and gate عشان تدخل الـ clock الفعلية من خلال الـ in بتاعه انا طبعا لو رجعنا للرسمة اللي فاتت هتلاقي فيه clock وكان فيه in وكان فيه in وكان فيه out الـ out اللي هو وصلناه بالـ output enable من خلال الـ not ماشي والـ in واصل مع الـ clock input على and gate وداخل الـ clock الفعلية اللي هتسجل في الـ register ده طيب دلوقتي انا بالنسبالي طبعا انا بس عشان يعني في السيميليشن عشان اقدر امثلكوا ازاي ادخل data فانا عملت هنا يعني زي controller هنا فوق كده او buffer فوق هنا عشان ادخل بس بي data على البص ماشي واتحكم بقى يدخل data على البص يفصل الـ buffer فعشان كده حطينا هنا ايه بنسميه يعني كتست بس ان ده لو انا عايزة القيمة اللي هي 6 ادنين دي لو عايزة تلحها على البص هاكتب الاشارة دي يعني بشغل الـ buffer دي اللي هو try state buffer اللي فوق ده طبعا الشغل الرئيسي عندي هو من خلال الـ من خلال الـ register ده مجرد inputs بس للـ simulation فقط برضو نفس الحكاية احنا حطينا هنا على البص هنا ايه؟ indicators عشان اشوف الـ output بتاعي شكله ايه او البص عليه كم تمام طيب مبدئيا كده دلوقتي انا عايز طبعا او في الاول خلاص كلهم جري كده معناها ايه؟ معناها ان البص مفيش اي عنصر واصل عليه لا الـ register ده واصل او مفيش output من الـ register ده ومفيش output من الـ register ده ومفيش output من الـ test circuit اللي فوق تمام طيب انا عايز اشوف الـ output بتاع الـ register ده اعمل ايه؟ اه اكتف الاشارة بتاعت الـ a-out اللي هي وصلة بالـ out بتاع الـ register ده يعني معنا كده سمينا register ده ايه؟ وسمينا register ده ايه؟ بي فانا لو اكتف اشارة الـ a-out يبقى السويتشات اللي على الـ output دي هتشتغل توصل للـ flip-flops على البص تزهر للقيمة اللي متسجلة في الـ flip-flops ديه الخاصة بـ register ايه؟ بالشكل ده؟ اهو اكتفت الاشارة ديه؟ طلعلي محتويات الـ register a اللي هي دلوقتي انيشيا اللي كان بصفر طب انا عايز ابص على محتوى register b يبقى هطف دي وشغل a-d ما انفعش اشغل اتنين مع بعض في نفس الوقت زي ما قلنا لان انا كده هعمل تعارض في اللوجيك بين الانين لازم البص ده اللي يعمل اوت عليه واحد بس لكن الـ n ممكن اكتر من واحد يبقى اكتف ده الاشارة بتاعة الـ b وطفينا بتاعة الـ a الـ b هو اللي انطلع دلوقتي والـ output بتاعه هنا عندنا بكام بزيرو تمام؟ انا هطفي بقى الاتنين وعايز اسجل لهم قيم جديدة فاسجلها من خلال الـ test circuit اللي فوق ديه فانا هطفي الـ b مطلعش قوت وهطلعنا من عندي قوت فوق على البص تمام؟ يبقى كده اللي بيطلع داتا على البص دلوقتي هو بس مين؟ السيركت اللي فوق او الـ test فوق الـ test فوق ده وقت مسجل 6-2 طلعت على البص زهرت على الـ indicator هنا وصلة على الـ inputs بتاعة الـ register a ووصلة على الـ inputs بتاعة الـ register b تمام؟ اه بس عايز اسجل في register ايه؟ اعمل ايه؟ اه يبقى في الحالة ديه ارفع الـ line بتاع الـ an دوت لوحد مبدئيا اول حاجة ماشي؟ يبقى احنا هنا رفعنا الـ line بتاع الـ an بواحد الـ clock بقى المفروض نعم مستمرة باستمرار هتيجي clock دلوقتي هتترفع الـ 1 او متترفع الـ 1 هتتسجل الـ data بتاعتي في الـ register اللي هو ايه؟ ايه؟ يبقى هرفع الـ clock ديت الـ 1 اترفعت الـ clock الـ 1 مجرد رفعها الـ 1 لان هشغلها على الـ post-of-age اتسجلت عندي هنا في register a القيمة اللي هي 62 انا طبعا مافيش حاجة بتقولي هي تسجل فعلا ولا لا فانا حطيت بس كده indicator لكم احنا المفروض سجلنا هنا كان 62 تمام؟ طيب انا هطفي الـ clock ماشي و هبتدي دلوقتي عايز اغير الـ data وسجل قيمة تانية في register a في register b يبقى هقفل كمان الـ an وعشان اسجل في register b يبقى لازم افعل بعد كده الـ bn بس الاول هتطفي الـ a تمام؟ هغير القيمة اللي موجودة على الـ a على البص من خلال الـ test circuit اللي فوق بدلا ما هي 62 هنغيرها دلوقتي دلوقتي بقت القيمة اللي على البص a 4 تمام؟ القيمة اللي على البص دي دلوقتي وصلها كل الـ input بتاع الـ a ووصلها للـ input بتاع الـ a بتاع الـ b تمام؟ بس الـ clock ممنوعة عن الـ 2 لأن الـ an هنا بزيره والـ bn هنا برضو بزيره طب انا هفعل دلوقتي الـ bn يبقى الـ clock هتوصل فعليا داخليا للـ register b مش هتوصل للـ register a ايه ولما تيجي بوصل في الـ h للـ clock يبقى هتسجل القيمة ديت اللي هي a 4 هتسجلها في الـ register داخليا اللي هو register b تمام؟ يبقى لازم افعل الاشارة دي الاول عشان نعمل enable للـ n كده عملنا enable للـ n لما الـ clock تيجي بقى دلوقتي اه الـ clock تيجي هنا هتخش الـ register a بس مش هتعدي ليه لأن الـ an دوت بزيره لكن هنا هتعدي يبقى هتسجل في register a بي هتسجل ايه اللي موجود على البصد الموجود على البصد دلوقتي كان ايه 4 يبقى دلوقتي لو رفعنا الـ clock line ده الواحد automatic على طول هيتسجل هنا طبعا انا برضو ده indicator لي انا بس عشان افتكري انا سجلت هنا كم؟ تمام؟ وبعد كده بتنزل الـ clock line دوت لـ ايه طيب عايز اتأكد بقى دلوقتي فعلا تسجل في register a 62 وتسجل في register b ايه 4 ولا لا هعمل ايه؟ اه مبدئيا دلوقتي ابقى عايز اخرج من الـ ايه هاخرج من الـ b عشان اشوف على indicator ده في simulation فهنطفي بقى الايه التست ديت مش عايز اتطلع حاجة عشان انا اللي هطلع يامي من register ايه يامي من register b تمام؟ يبقى هنطفي الـ indicators فهنطفي التست اللي موجود فوق كلا طفينا كله مفيش حد نطلع على الايه البصد طب انا عايز اطلع اللي موجود دلوقتي المحتوى اللي موجود في register b اه يبقى هفعل اشارة الايه out اه ظهار اللي هنا كان 62 القيمة المتسجلة في register a تمام؟ طيب انا عايز اشوف اللي ما تسجل في register b ماشي؟ اه يبقى ها حطف الاشارة بتاعت ايه وفعل اشارة بتاعت مين بي out يبقى هطفي ايه out وطلع ايه activate البي out كده طفيت الاثنين مفيش حاجة طلع على الـ output هفعل بقى اشارة البي out اه ظهار لي بقى اللي بتسجل فيه البي اللي هو ايه كان؟ ايه اربعة طيب مدون السيركت دي بقى افردنا انا عايزا اللي اللي موجود في البي انقله للايه يعني اعمل ترانسفير من البي للايه اعمل الكلام ده ازاي؟ اه طب اهو البي دلوقتي هم مطلع الداتة بتاعته على البص تمام؟ هتبقى وصله لي الـ input بتاعي الـ A ماشي؟ عشان اسجل في الـ A مع البصت بـ H بتاعت الكلوك اللي جاية هنرفع او هنأكتف اشارة الـ A يبقى لازم اكتف الاشارة دي كده تمام؟ بعد كده الكلوك حتيجي لو اترافعت لواحد هتسجل لقيمة الـ A اربعة ديت في مين؟ في الـ A يبقى هنرفع الكلوك لائن اتسجلت القيمة الجديدة فين؟ في الـ A طبعا او حبيت اشوفها برضو بنفس الاسلوب هنفعل اشارة الـ A قوت ونطفي بقية الـ A الاشارة الكلوك كده نزلت للزيرو تمام؟ هنشيل بقى الـ A in والـ B قوت شلناها هنأكتف بقى اشارة الـ A قوت هتلاقي من اللي بسجل في الـ A هو الكام الـ A أربعة وكده يبقى احنا كده ايه خلصنا ايه الجزئية دي في المحاضرة بتاعت النهاردة اللي كنا بنشرح فيها بس جزئية الـ Parary Register وازاي ان انا بستخدمه فيه عملية الـ Register Transfer داخل الـ CPU لان كل العمليات داخل الـ CPU ما هي الى او من اهم العمليات الموجودة داخل الـ CPU عندي هو ايه؟ الميموري ترانسفير او ريجستر ايه؟ ريجستر ترانسفير زيان الـ Data من ريجستر للتاني او ديها الـ Arisomatic Andologic Unit تعمل عملية معينة اخذ من الـ Arisomatic Andologic Unit عشان ارجع تاني للـ A للـ Register ده فالكلام ده هيتم من خلال انه هيبقى فيه عندي بص واحد بس واصل بكل في الغالب في الـ Design ده احد الطرق يعني انه هو بص واحد بس واصل بكل العناصر الموجودة داخل الـ CPU فعشان كده ازاي بقى انقل في البص ده من مكان للتاني الكلام تبيتكلم من خلال الـ Register Transfer و اشارات الـ N والـ A والـ Out طب الاشارات الـ N والـ Out هنا مين اللي هيتحكم فيها؟ اه مفروض ان هيبقى عندي بقى Control Unit اللي هي بتتحكم فيه اللوجيك بتاع الـ CPU مين يشتغل ومين ينقل data ومين يجمع ومين يضرب وهكذا وكده بقى خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة وان شاء الله يعني ربنا يعني اتمنى من ربنا انها تكون وصلت ليكم بإذن الله شكرا